خلينا نبدأ الأول بالأهلي وخلينا نقول للأهلي فيه تحول كبير قوي وفيه تحسن كبير قوي وخلينا نقول فيه كمان منهجية لتفكير مورسل كولر ابتدنا ناخد بالنا منه انه فيه اختلاف الى حد كبير عايز يسألك عن أداء الأهلي خاصة فيه مباراته مع جورماهية وفوزه عليه من نتيجة 3-0 وكان فيه تصريحات لجورماهية كانه مستحيل يفوز عليه وانه ما حصلش قبل كده وكان فيه كده كلام كتير قبل ومتش والله بص يا كاتليلا يعني أقرب للتتويج بالدوري أقرب ما هي ماتش كان محسوم من الزهاب 3-0 صحيح الأهلي زي ما احنا شفنا من ماتش الزهاب طبعا كان أو ماتش الأهلي في الموسم الجديد شفنا زي الأهلي دخل بقوة جدا صراحة الأهلي زي ما أنهى الموسم اللي فات بيبدأ بالموسم ده ويمكن بشكل أقوى كمان لأن مرسل كولر بدأ كمان يشارك الصفقات الجديدة شفنا زي يحيطيها طلاب متقلق شفنا زي بقى اللعيبة كلها ماشى بشكل سابت فيه اللعيبة خدت الراحة اللي هي مطلوبة دخلت بقوة جدا في الموسم الجديد 6-0 أداء قوي جدا في الماتشين يعني كانت ليلة قارب للاحتفال بالدوري أكتر ما هي يعني النتيجة محسومة أن أهلي يتأهل يعني فأنا شايف أن أداء الأهلي كان قوي جدا حتى كولر يعني ما كانش بيهضر في الماتش لأنه شفنا 3-0 في الزهاب مفوت في العودة رايحة حشان ماتش للزمالك لكن هو بدأ بتشكيله أساسي كولر ما فيش هزارة عنده وضغط هجومي على طول قوي جدا قدري يخلص الماتش بسرعة لي شفت إزاي أداء عطية الله الصفقات الجديدة بقى وأشرف داري وبعين كده المحلل والنقد الرياضي إلى أي مدى دول بيمثلوا إضافة كده لصفوف النادي الأهلي مع الصفقات الجديدة طبعا يحي عطية الله هو اللي شارك من الصفقات الجديدة أشرف داري زي ما شفنا لسه بيتأهل عشان إن شاء الله يكون موجود في الصبر الأفريقي يحي عطية الله صراحة من الماتش الأول قدم ماتش قوي جدا شفنا إزاي يعني إمبارح كده بروفة من كولر في تاكتك معين بيعمله جديد يمكن عشان يجربه في الصبر الأفريقي في كم لقطة كده كويسة جدا شفنا إزاي يحي عطية الله بيزيد هجوميا في جول 18 يعني شفناه كمهاجم تاني شفنا طبعا الجون الثالث إزاي دخل كمهاجم تاني وصنع الجل وسام أبو علي طبعا صفقة كبيرة جدا يحي عطية الله لعيب دولي مغربي إضافة حقيقة إضافة كبيرة جدا حتى مع أشرف داري هكون إضافة قوية لأنهم لعموا مع بعض المتخب هو مصاب بس لك بيتأهل خلاص يعني إن شاء الله هيكون بنسبة كبيرة بنسبة 70% هيشارك في ماتش الصبر الأفريقي طبعا عشان يبقى جاهز للمتوشل بعد كده شفنا إزاي إدر كولور يولف بسرعة إيحي عطية الله مع الفريق لعب ماتشين هيكون جاهز لماتش الصبر طبعا شفنا إزاي برضو بيبني عليه اللعب زي ما كان موجود علم علول نفس الخصائص نفس الصفات يمكن إيحي عطية الله عنده ميزة أكبر إنه هو كان بيلعب جناح برضو في الوداد فعنده ميزة الهجومية أكتر فلعب كبير جدا وهيبقى أضافة كبيرة أول للنادي الأهلي كمان لما يكون فت أكتر في المتوشل اللي جاية وده بين حتى كولور جرب كذا طريقة لعب في الماتش مبارح يعني كانت بروفة كده للنادي الأهلي بعدما النتيجة بقت مريحة للأهلي وخلاص اتأهل فشفنا كام لقطة تكتكية من كولور شفنا إزاي إمام عشور بينزل تحت ابن اللعب اللي هو كان بيبنيه أصلا محمد عبد المنعم فشفنا كام لقطة كويسة من كولور المبارح بيقول إنه هيبقى فيه شكل قوي للأهلي قدام الزمالك ترجمة نانسي قنقر